موسيقى تعيي طيبة مشاهدي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حوار الساعة وفي هذا العدد نتطرق إلى مستجدات الوضع السياسي بين مطالب الشارع السلمية والحلول المقترح سياسيا ودستوريا لتسيير المرحلة الراهنة وهنا أيضا نقرأ الاحتمالات والمخرجات مع اجتماع البرلمان بعد غدا ثلثا بغرفتين لإثبات الشغل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى أناقشها في هذا الفضاء المباشر والحر مع الأساتذة سويلح بوجمع أستاذ القانوني العام مرحبا وأهلا وسهلا بك أستاذنا الله يسمك أستاذ شكرا الأستاذ دريس شريف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك شكرا أستاذ أستاذ لوراري رشيد أستاذ القانوني الدستوري مرحبا وأهلا وسهلا بك أهلا وسهلا المستهل ربما في النقاش سي سويلح بوجمع نبدو معك الرهانة اليوم هو أعطيني حلا لا نريد كلاما فضفاضا لا نريد مناقشات ومهاترات نريد حل اليوم بعد غدا لدينا مخرش دستوري يحمل ربما حلول ملموسة في إطار الدستور هل لا وضعتنا في الصورة كيف يمكن أن تكون المخرجات القانونية في هذه الجلسة التي يعول عليها أن تكون ربما حل في نظر البعض شكرا أستاذ جلالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم تسمح لي أستاذنا نظن حتى لا أحصل روحي في زاوية القانون نعم من الجانب انتاعي أنني أفتخر أولا بكون أن هذه الهبة الشعبية بإيجابيتها وبحضاريتها وبسلميتها وبرقيتها رفعت رأس الجزائريين جميعا في الداخل والخارج هذا امتياز لا بد أن نشير إليه ونزكيه ونبقى دائما نفتخر به لأن وتبة ثانية وهبة ثانية بعد الاستقلال اللي كانت الأولى وهذه الثانية لماذا أقول هذا؟ لأنني تجدني الآن أتكلم وأنا مرتاح المادة السورية كلمات الأولى الشعب حر ومصمم أن يبقى حرا إذن هذا اللي يخليني أنني نتكلم بحرية وهي قضية سواء كنت في وسائل الإعلام العمومية الرسمية ولا القنوات الخاصة ولا التطور الحاصل اليوم في السمع البصري تجدني مرتاح فالشعب حرر الجميع حرر الجميع ويتمنى على أساس أن نبقى دائما هكذا في صلب السؤال الآن عندنا تقريبا مسار التعجمعات متتالية في السابعة ومسطر برنامج أو نقاط محددة وهي المادة 102 والمادة 7 و8 و9 و28 من الدستور في هذا الكلام كله اليوم الحل السياء الدستوري أو القانوني وهو عبارة عن تقنيات وأليات قانونية دستورية يتناقش فيها والحجج لهذا الرأي وذاك والأفكار تطرح من هنا وهناك في نفس الوقت هناك الاتجاه السياسي والرأي السياسي اللي كان يبنى على الهواجس الهواجس السياسية للميولات الحزبية في بعض الحالات تتقارب في بعض الحالات تتباعد أكتر من هذا الأول والتاني السياسي هناك القوة اللي هي القوة الضاربة المادة 7 نعم المادة 7 أستاذ ولكن حبيت أن نتروح لمباشرة مع ليش نعم لماذا نقول لك المادة 7 أستاذ الأستاذ على باله لماذا ننتكلم دستوريين لأنه لما كانوا يصاغ الدستور والمؤسس الدستوري الدباجة والمواد المبذائية والقيمية كأن الباحث ولا الكاتب ولا الشارح يعتبرها تقريبا هي ليست هي الأساس لكن يبحت دائما في تنظيم السلطات يعتبر هو المحور الأساسي الآن المادة 102 هي تنظيم سلطة رئاس في الجمهورية في تطبيق هذه المادة ما يهم الباحث أن هناك إشكالات كبيرة مطروحة فيها المادة منظمة في فقرات متعددة الفقرة الأولى هي حالة المانع للمرض جوزناها ولكن أستاذ ما ليش أنا يهمني الشرحك هذا ولكن ربما تجاوزنا هذا المرحل أنت شرح المادة وكذا لأننا أمام محطة مهمة مخرج دستوري أنا حبيت تضعنا في صورة كيف راح يكون هل يكون مخرج هل يكون ما هي الاحتمالات الموجودة في هذا المحطة القانونية الدستورية أنا معاك يعني وأنا فتعتك يعني الفقرة هي فقرة الاستقالة نعم الاستقالة أو الوفاة هنا أمام الاستقالة مباشرة بعد ما تجاوزنا مرحلة المجلس الدستوري لمد الإبلاغ لمجلس للبرلمان بغرفته مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني سيلتأم يوم التلتاء إن شاء الله الآن عقدة لجنة مختلطة لوضعة النظام داخلي للجلسة العامة وترتيبات لكن ما هو المتتبع للوضع والملاحظ واللي راقب يوميا ويتبع هذا العمل التقني القانوني يلاحظ أن السياسيين يقول عقب لي فقط فترة الشغور إتباة الشغور وانتهاق اليوم اللي مطروح وهي قضية النصاب القانوني نعم النصاب القانوني في حالة المانع اللي هو المرض لا بد أن يكون دوتيار أما في حالة الاستقالة المادة متنشعة للنصاب القانوني هل هو دوتيار ولا الأغلبية البسيطة على الحضور هذا إشكال أول إشكال تاني مطروح هو من يكلف رئيس الدولة في تولي المنصب بعد إتباة الشغور لا زال علامة الاستفهام غامضة ومطروحة الإشكالات الأخرى اللي مطروحة ما لا هكذا عليها الاجتماع هذا أصلا ما كانش هذا المخرجات حتى المشاهد اللي يفهم سيسوي هني قل لك المتتبع يعني نحل لك النقاط نعم الآن الوضع أنت على البرلمان بغرفتين تهلهلة إذا كان هذه الغرف كان يطلق عليها ما يسمى بيجيتيفور أو غرف تسجيل أو غرف فارغة كوكيفيد الآن اللي مطروح حاليا أن هذه الكتلة البرلمانية اللي تابع الأحزاب أصبحت متفتتة للشيء اللي ينعكس من الحزبية هذا ينسحب هذا يمنع هذا ما يحضرش بعض الكتلة اللي انسحبت كلية هنا ليطرح هذا التململ وهذا التدبدب في الجانب القانوني لجلسة يوم التولى تاع الغالب أغلب الأفكار الحزبية تميل على أننا نطبق الفقرة الأولى نثبت الشغور فقط دون نروح وثبوت الشغور يلزم النواب بالحضور أو لا لا يلزم الأغلبية البسيطة باعتبار نص المادة لا يتكلم على الفقرة الأولى التي تتكلم دوتيار في حالة المرضى الموجودة نعم حتى نشرك النقاش ونبقى معك سيسويلاح الروح اللورالي ومبعد نروح لك أستاذ لورالي ربما مع سويلاح حطنا وكأن هذا الاجتماع الشكلي فقط لإثبات الشغور وفقط هكذا فهمت من كلامه لأنه فيه مخرجات فيه بعض العوالق الموجودة أنا حبيت بالمشاهد ضعنا وش فيها الجلسة جلسة العمل كيف رح تكون كيف رح تخرجنا رئيس دولة ما تخرجنا رئيس دولة وين هي الحلول الموجودة في هذا الاجتماع بسطها أستاذ نعم بسطها أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة ومن خلالكم نحيي الحاضرين في البلاتو والمشاهدين نعم أنا منذ البداية كنت من أنصار ومنذ صدور اقتراح الجيش الوطني الشعبي بيتفعيل الاقتراح الأول بيتفعيل المادة ثم الاقتراح الثاني نزول عند مطالب الحراك ومجموعة من طبقة سياسية أيضا بيتفعيل إلى جانب المادة مية واربعة عندنا المادتين ثمانية سبعة وثمانية مية وربعة مازال مية وربعة زائد المادة نعم أصاب الحكومة نعم مادة ثمانية سبعة وثمانية سبعة وثمانية سبعة وثمانية النقاش هذا دق فتناه فتناه هذا وش حبيتنا الآن حبيتنا أن نطلق إلى مرحلة حلول نمشيو بعد تقديم الرئيس لاستقالته دخلنا في مرحلة جديدة وأصعب من المرحلات السابقة نعم لأنه هل لغز هذا الصعوبة نجدها في الاجتماع هذا لماذا تكمن هذه الصعوبة نعم في تقديري أولا تكمن في الجانب الإجرائي المتعلق بعقد هذه الجلسة وبإتبات حالة الشغل واحد تنين استعلق أيضا نقول جانب الإجرائي معنا نرجع لها بعد شوية كل الإجراءات الواجب القيام بها بغارة ومشن الشروط إثبات هذا الإجراء هذا الإجراء إثبات الشغور من برلمانيا نحن لما نرجع للمادة 140 وعلى وجهة تحديد الفقرة 4 وما يليها لنجدها تحدد لنا ما هي الإجراءات الواجب باتباعها في حالة الشغور بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لحالة الماناة حالة الماناة تقول شهد الشغور كذا كذا إلى البرلمان هذا الذي ينعقد بغرفته أو بمجلسه وتعرض القضية على التصويت ويشترط لإثبات هذه الحالة ثلوتي موافقة ثلوتي أعضاء البرلمان المجتمع بغرفته من جئوا لحالة الشغور نتجة إما عن الوفاة أو عن الاستقالة لا نجد مثل هذه الأمور مثل هذه التفصيلات وهذا فراغ أنا أسمح النفسي يقول بأنه هذا فراغ موجود في الدستور لا أستطيع أن تدري إن كان فراغا مقصودا أم فراغ نتجة عن حسنية لا أدخلش في هذا المجال لكننا نقول بالرغم من وجود هذا الفراغ في عندنا ما يسمى بقاعدة توازي الأشكال في القانون الدستوري والمختصين يعرفوها وهو النقيس هذه الحالة على الحالة السابقة حالة المنع سواء بالنسبة لإجراءات لإجراءات العقادة هذه الجسد والتي يتم بمبادرتين هي وجوبية إجبارية ولكن إجرائيا لا بد أن يبادر أعضاء مكتب كل غرفة من هاتين الغرفات وهذه سراء ولعل هذا ما جرى هذه الإجراءات الشكلية سراء إجتمعت إجتمع المكتبين بغرض وضع وتحديد نظام داخلي خاص بكيفية تسير هذه الجسد هذا سراء اليوم وهذا تم لحد نعم نعم نتجة وش بغرض الوصول أولا لإثبات شغور شغور منصب رئيس الجمهورية واتنين لأنه لا يمكن أن نعزل العمليات عن بعض هما البعض هو اختيار نقول اختيار لأنه رئيس مجلس الأمة هو الذي يتولى مهمة رئاسة الدولة للفترة المحددة بتعين يوما إذن واحد يتبع تحل شغور مباشرة شغور مباشرة بعد يتبع تحل شغور تتم عملية اختيار رئيس الدولة مجلس الأمة لتولي منصب رئيس الدولة ولي خلينينا نمشي في هذا الاتجاه لأنه لما نقرأ المادة الفقراء سيد حتى باش نظموا حوارنا والمشاهد الكريم يفهمنا كان نقطتين أساسيتين في الاجتماع المقبل يوم طولتا اتبات حل شغور أولا وتانيا تعيين أو اختيار أنت سميتها اختيار رئيس الدولة لكن هل فيه امكانية مثلا أن نختار رئيس دولة من مجلس الأمة هني جايك هدا هو الإشكال المطروح الآن أنه رئيس مجلس الأمة مرفوض مرفوض رفضا يعني مطلقا هو ومجموعة البقاء الثلاث مرفوضة وبالتالي ما الحل القانوني وبالتالي الحل القانوني لذلك قلتنا لابد من المزج بين الحل الدوسري والحل السياسي الحل السياسي في هذه الحالة يكمن في ماذا يكمن في قيام الهيئات المعنية بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة بالطلبة أو بالضغطة أو بكذا على رئيس مجلس الأمة لتقديم استقالته قبل إنعقادي هذا الاجتماع لإتباة حال الشغول لأنه قلت بعد إتباة حال الشغول مباشرة يجب اختيار رئيسي المجلسي كذا وهل يستطيع تقديم استقالته في درس الجلسة قولك لماذا قبل الجلسة لماذا لأنه إذا كان رحنا للجلسة وكانت هناك حال شغور في منصب رئيس الأمة سنوقع في إشكال آخر هي الفقرة الأخيرة من المدة 104 لتقول في حال وجود شغور في منصب رئيس الأمة الذي يتولى رئاسة الدولة أوتوماتيكي هو رئيس المجلس الدوسري ورئيس المجلس الدوسري أيضا مرفوضا رفضا قاطعا وبتالي أنا نقول في هذه الحالة هنا يأتي الحل السياسي لهو يجب أن يكون مبنيا على توافق سؤال المطروح الآن قال بالنسبة لهاتين اللي هي آتين يعني مجلس شعبي الوطني ومجلس شعبي ومجلس الأمة يتكون في أغلبية من حزبين أنا أقول لا بالنسبة لمجلس الأمة لا في مجلس الأمة فيه الثلاثين المنتخبين هما فعلا متكونين من الحزبين حزب الأراندي وحزب جبهة الحرير الوطني زائد نضل الوقت إلى أربع نور أحرار لا نائبين نائبين اللي لففاس واللي أعلنوا عن استقالتهم ونائب حر واحد لكن هناك ثلث المعين ثلث المعين من طرف رئيس الجمهورية لأنه هذه الثلث وهناك مناصب غير معينة ثاني كان سبعة أو تمن مناصب لكن هناك مجموعة معينة من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والإطارات أنا نتوقف عندك أستاذ باش نشرك النقاش من الحالة السياسية حتى نكونوا يعني لخص أنا إذن مجلس الأمة إذا توفرت الإرادة وإذا توفرت الرغبة وهذه مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة وعلى وجه التحديد لرئيسي هذه المجلس لأنه أمام المصلحة العليا أنا نقول للجزائر يجب أن يتغلب العقل وتتغلب الحكمة وتتغلب الرزانة ونغلب مصلحة الجزائر أم لا أي اعتبارات المسؤولية تقول تاريخية أمام تاريخية أمام الله لأنه غدوة لقاء أي انزلاق أي قطرة دم تسل رح تبقى نعم هذا مخرج دستوري أنا أروح لك أستاذ أدريس شريف هل أزمة قانونية كما يقول الجماعة أم أنت تشوفها سياسية وتقتضي حلول أكثر سياسية منها قانونية شكرا هي أولا أزمة سياسية بكل تعقيداتها والجانب القانوني والدستوري جزء منها لكن الأساتد الكرام تفضلوا بالآن تعقيدات القانونية والدستورية وخاصة الجانب الإجرائي حتى وإن تم تجاوز هذه التعقيدات نفترض أن السيد عبدالقادر بن صالح نظرا للضغط ورفضه من قبل الشعب أنه يضحي ويستقيل يقول خدمة استجابة للضغط ولا يقول لطالبات لأنه يستجيب للضغط الذي يستقيل ومن ثم ندخل في مسار قانوني آخر هذا لا يأتي ضمانة بأن المسألة سوف تحل لأن الأساتد الكرام تحدث عن التلت الرئاسي المشكلة في اعتقادي أن ما يحدث الآن من خلال المطالب ليس فقط ليس رفض للمؤسسات بل رفض للأشخاص تانيا نفترض لو أنه السيد بن صالح قد يستقال قبل أن تتم هذه الجلسة ويتم تعيون مكانه شخص من تلت الرئاسي من أعضاء الأمة لا نضمانات بأن الشعب سوف لن يضغط يقول نحن نرفضه مطلقا هؤلاء الأشخاص لأن المسألة هنا مسألة السياسية وأزمة ثقة نحن أمام أزمة ثقة بين الحكام والمحكومين المواطن الآن قالك عندي المادة سبعة وثمانية ومئة وثمانية وعشرين والقانون خلاص نحن أعطيني الحلول الحلول الآن الحلول لا توجد التجارب عبر العالم تؤكد بأن لا توجد هناك وصفات وموجودة ويمكن تعميمها وتطبيقها واستنساخها لكل وصفة يعني نتاج سياق سيسولوجي أنتروبولوجي وتاريخ وما إلى ذلك وأن الحلول ما إن كانت أزمة سياسية حلول تتم مبنية على قضية توازنات القوى بينها حتى نقف عند أستاذ شريف ألا ترى بأنه تغيير مثلا الوجوه مثلا لما نقول شخصية من صالح نبدلها بشخصية أخرى ألا ترى أنه يرضي الشارع مثلا ويكون حل ربما يسام يكون أكثر من 60% يعني من الصعب خارج البرلمان أصلا الآن نحن أمام في اعتقاد أنا أمام مأزق سياسي وإن الحلول القانونية والدستورية لا تكفي لي وحدها لأن أقول وأعيد لما نقول أزمة سياسية هي أزمة تيقى أولا وقبل كل شيء نحن عندما ننظر لما يحدث إلى الحراك ونلاحظ أن المطالب سقف المطالب قد ارتفعت ونحن أمام منطق الرفض لا نستطيع ضمانا نقول أننا عندما يذهب الباءات الثلاثة والباءات الأربعة وإن كانت هناك باءات أخرى نحن ننضرب أننا كان الشعب قد يقبل بهذا بالسحابهم لننشوف أن المطالب يقول لك يذهبون جميعا وهذا في اعتقادي في حد ذاته إشكال يقول لك الآن يذهبون جميعا بما فيه يقول حتى البرلمان في حد ذاته حتى مجلس الأمة في حد ذاته لأن طريقة تعيين طريقة انتخاب هؤلاء أصبحت الآن إشكال بالنسبة للمواطنين وعلى هذا الأساس في اعتقادي أنه تجاوزنا الجانب القانوني والدستوري وإن كان هذا الجانب مهم في حل حالة أي مشكلة في إيجاد حل سياسي في اعتقادي الآن لا مناصر أماما أن نذهب إلى مرحلة انتقالية والآن ربما النقاش الذي يصلح كيف تكون هذه المرحلة بأي صغة ما هي المدة ومن هما الأطراف الأطراف التي تقبل التي يرضى بها الشاب التي تقبل لأن الإشكال الذي يطلح البعض يقول أن هناك مطالب مطالب راديكالية من قبل الشاب فعلى النخبة لا تنساق وراء الشاب صحيح لكن بين أن يكون هناك أن النخبة تنساق وتستجيب كلية للمطالب بدون مراعاة ربما بعض التعقيدات والمقتضايات والتحلي بنوع من العقلانية والواقعية وبين أن نشغى إلى هذه المطالب وأن لا نستخفى بها لأنه منذ نينوستين ربما الأساتداء الكرام كانوا عايشوا فترة الاستقلال الفترة التي عايشتها فقط هي 1988 الآن نحن أمام محطة منعطف تاريخي مهم إذا أخطأنا في الحلول والنماذج المقاربات فإن ذلك سيف يكلفنا غاليا على هذا الأساس علينا أن ندرس الأمور بتماعا ونأخذ الأمور بكل جهدية وأن في اعتقاد الأطراف التي يعتبرها الشارقة هي أحد أسباب في هذه الأزمة لا يمكن لها أن تكون أحد مفاتيح الحل نعم سيبوا جمع المفاتيح الحل الآن لا يمكن أن نبقيه في إطار الدستور حتى الجيش الوطني الشعبي قال أنا مع الشعب وحتى الشعب قال الجيش الشعب خاوى خاوى ولكن دائما في إطار دستوري وحتى الجيش يقول لك بأني أستجيب لمطالب الشعب غير منقوصة ولكن مرات كما يقول الأستاذ أن مرات حتى المطالب تجاوزت السقف أو محدودية الدستور هل لنا من الإجراءات القانونية اللي دخل هذا المخرجات السياسية داخل الدستور وما هي يعني المرحلة أنا حبينا حواج ملموسة تفضل أستاذ الحواج الملموسة يا أستاذ جلالي فيما يخفر الموضوع هذا نعم نحن الآن عندنا مادة 102 والمادة 7 والمادة 8 ونزيد لها المادة 9 والمادة 28 هذا هو اللب هذا هو الأساس المحك التعلم المادة 102 تجاوزها الزمن كانت صالحة في وقت ما وأصبحت اليوم غير صالحة لعدة أسباب من الأسباب القانونية الإجرائية الشكلية كنا نتكلم أنا والأستاذ فيها ورغم ذلك ما هيش مانع في تطبيق الجزء الخاص بالجانب الإجرائي نتع إتبات الشغور فقط نعم هذا هو نتجاوزه كل شو نتبته إتبات الشغور لكن بعد إتبات الشغور هنا يكون الإشكال الكبير داخل البرلمان بمعرفتي للبرلمان وكمتتبع لشأن الدستوري في البلد نشوف بأن الميولات الحزبية اللي كانت تتقارب باسم التكتلات وباسم التحالفات وباسم القوى الكبرى وباسم كده تلاشت اليوم من الصعوبة باشت توجد النصاب القانوني للحضور ذاته في الجلسة العلانية التي تبرم يوم التولتاء في رئاسة الجلسة ذاتها هناك تململ من يرأس الجلسة رغم أن القانون واضح وهناك نظرات وطروحات للمقاطعة للجلسة إذن هذا المناخ الغير نقي داخل البرلمان اللي يخلينا ما نبنيش في تربة غير صالحة التربة الصالحة اللي نبني فيها ما هي التربة الصالحة ننتقل للجانب السياسي والجانب السياسي يا أستاذ بوضوح نتكلم فيه وأمام الأساتذة الأفاضل الجانب السياسي ليس الأحزاب ليس التنظيمات الشعبية الجانب السياسي هو الشعب الهبة الشعبية كيف أن نجسد هذا والعب هذه الهبة الشعبية هناك مقترحات وصلتنا من خلال الجمعات السبعة هذه المقترحات معروفة لكن الآن بحكم الجيش والشعب خاوة خاوة هذه الكلمة خاوة خاوة تعتبر قاعدة قانونية ستوضع مستقبلا في الدستور القادم لأنها لب الحياة لما أقول بأن في إطار الدستور أنا لست من الناس اللي يقولوا بأن الجيش لا بد أن يكون عنده يد في العملية لأن هذا يقولون يسويلا أنت ماكش ديمقراطي أنت كيفاش كنت في يوم ما في 92 ضد تدخل الجيش في توقيف المسال الانتخابي واليوم تنهج هذا المسعى لا كيف تشوف دوره المسعى هو فاش يتمثل كيف تشوف دوره الجيش دوره يتمثل في يا إما المساعدة يا إما المرافقة يا إما التعاون هذا التعاون خاوة خاوة داخلين وخارجين أنا معاك خاوة داخلين في أنني أنا الوعاء حليف للجيش الشعبي الوطني لأن أبنائي في الجيش وأبنائنا كلهم ولكن حتى لا نتهم بعض الأطراف السياسية ولكن حتى هناك من يقول أن ضعف الطابقة السياسية الضعف باستثناء الشعب الذي هو الآن الورقة الرابحة هو الذي يقحم الجيش في أن يكون ضامن والمرافق وهو الذي معلش هذا قلت بأنه يعتبر عمل لترتيب الأمور باعتبار أنا نقول لك نحن خاوة خاوة ما هو كلام فقط أنك تحس وتشعر يا قوتنا اللي هي جيش الشعبي الوطني سليل جيش تعري الوطني بأن الشعب كله وراك يحميك وكيما راك أنت تخندق في حدودنا وتحمينا في جبال شعانبي وتحمينا في الحدود الليبية الليبي الحوار الليبي الليبي وتحمينا في الساحل وتحمينا على جارتنا المشاكسة في المغرب وتخلق بحيرة البحر العبيض المتوسط بحر السلام هذا يطلب منك الاحترافية وهذه الاحترافية اللي انتا تطلبها عندك أكثر من هذه الاحترافية لا نترقب أن طائرة نفاتة في وراء الفضاء تترقب الوضع في البلد وأن أو بارجة بحرية غواصة نووية تترقب أيضا الوضع الخارجي للبلد أنت عندك هذه القوة الشعبية راهي معاك الليب وغدوة وغدوة هنا مازالي كلمة فقط واحدة ما هو المطلوب المطلوب للخروج هو أننا نخلق لسوبابتا حوار نفتح باب الحوار من وكيف وما هي الأطراف ها وإشكالية أخرى نعم نقول لك كلمة كيف وكذا الحوار ما هوش عنف والعنف ليس حوار مطلوب منك فقط تسمعلي واهتم بالانشغال اللي نقول لك وهذا الانشغال تاخده بعين الاعتبار كقوة ما نقول لك شو قوة حزبية ما نقول لك شو قوة تنظيمات شعبية قوة شعبية هذه القوة الشعبية تتمثل في أنني نساعدك على المخرج وساعدني هذا المخرج اللي يهم بلدنا وبالتالي الترتيب نعم هذه المخرج لأنه رانا في حوار ساعة ورانا في حوار ثلاثة من نس عطينا بلك المخرج هنا أستاذ هيئة قيادية فردية ولا جماعية نائية أو خماسية من 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 الآن من هي الأطراف ومن يشرف على هذه العملية لأنه لأي شخصية في رأس كنت الآن يتقاربوا يتقاربوا مع بعضهم بالحوار بالكلام بيهدوء بيتتبع الشعن نوصل لهذا الشعب مع ليش نروح اللوراري اللوراري ما هي أولوية المرحلة في حالة ما إذا وقع مثلا إنسداد داخل هذه جلسة البرلمان بعد إثبات الشغور ولكن اتفاق حول رئيس الدولة نفرض عدنا فرضيتين إما يكون رئيس دولة في حالة ما إذا وقع عجز ما هي البدائل الأخرى خلينا نقبل ما ننصر البدائل نعم عجب أن نتفق نعم بأن كل أزمة كل أزمة لها مميزاتها لها خصوصيتها لها ظروفها الاجتماعية والتاريخية وكذا وبالتالي لا حلولها خاصة كما قال الأستاذ ما كانش أني وصفة واحدة لمعالجة مثل ما نعيشه اليوم تونس عاجزت بطارقتها مصر عاجزت بطارقتها البنين عاجزت بطارقتها جنوب أفريقيا عاجزوا بطارقتها حل الكوني داخلي حل يكون هنا المهم حلنا بينتنا حل داخلي أنا عندي دليل يعني كفا يقول ماشي دليل ولكن عندك خارطة طريق عندي مقترح البيان تعلجيش البيانين آخرين تعلجيش أعطونا خارطة طريق وين أكدوا على ضرورة معالجة هذه القضية في إطارها الدستوري في المرحلة الأولى المرحلة الثانية لما زادوا نقال لك بلين فعلوا الماداتين سبعة وثمينة ده هي البعد السياسي لهذه المادة لذلك نحن الآن عندما نبحث عن حلين نجب أن نبحث عن حلين في إطار الدستوري فقط ونبقى مغلوقين فيه بل يجب أن نبحث على حلين يأخذ من جهة يحترم روح الدستور لماذا نقول روح الدستور لأنه الدستور يتحدث على مؤسسات باش نتفهموا هل هذا الحركة لما نقولوا مناش متفاهمين على موجود الدستور يعني لو كان متفاهمين ما يكونش هذه الأزمة أصلا دعنا نتفق هل هذا الحركة هدفه التغيير وإذا كان تغيير مع أنتها تغيير هادية تغيير سليس تغيير نعم يضمن الحد الذي لم يستقرار أم هدفه هو القطيعة وتغيير كما يريد البعض أن يروج تغيير النظام أنا نظن الحراك هذا لحد الآن هو حراك هدفه التغيير وليس القطيعة التغيير طبعا كنقولوا تغيير تغيير الوجوه وليس المؤسسات تغيير الوجوه لا لا تغيير الوجوه تغيير السليب وطرق العمل تغيير حتى في بعض المؤسسات بغرض تحسينها وعلى غير ذلك وليس قال ولو وأنا سمعت قبل يومين تصرح بتاع أحد الفاعلين نسمح النفسي نسميه من جايا ليه ولو أستاذ بوشاشي كان مع مع هذا الطرح قال إحنا ما جايش باش نمحيوا كلش ونعاودوا من جديد نعاودوا من جديد كلش لهذا أنا نقول إذا كان كل الناس كل طبقة سياسية كل الفاعلين يطالبون بمرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا الحرك باعتباره في هذه النقطة فقط في هذه النقطة فقط سيلوراري كيف يرى هذه المرافقة بأنها ربما تكون محدودة لأنه حتى يعني أصوات داخلية وخارجية تقول لك بأنه الجيش لابد أن يكون خارج اللعبة يكون الضامن والمرافق لسير العمل السؤال المطرق كيف نوفق بين هذه المؤسسة إذا كانت هذه المؤسسة هي الوحيدة في الجزاء الآن لحقة الإجماع حولها لا نتكلمش على بعض الأصوات أنا نسميها نشاس ولكن الأغلبية نقول بحق وفاق حول هذه المؤسسة بأنها المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تساهم في الخروج من هذه الأزمة وهذه المؤسسة طرحت قال ما طرحتش تصور كامل ولكن قالت أنا الحل نبحت عليها في إطار الدستور من منطلقوش أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة من منطلق أن الدستور يتكلم على مؤسسة وكذا في المرحلة الحالية يجب أن نحافظ على هذه المؤسسة بكل ما فيها ولكن نمشي في عملية التغيير كتغيير تدريجي كتغيير سلمي كتغيير سالس يسمح بانتقال سلطة تكلم الأستاذ على أزمة ثقة نعم ثقة موجود ثقة الأزمة مطروحة ومطروحة بحدة ونتيجة لماذا؟ كيف نزرع هذه الثقة؟ الآن كيف نزرع هذه الثقة؟ هذا والسؤال نزرع هذه الثقة من خلال ماذا؟ من خلال خارط الطريق أنا قلت في بلاتوم بلاتوات من سمي جوين قلت بأن رئيس الجمهورية استقال ولكن قبل استقالته زرع مجموعة من الألغام خلها في طريق المرحلة الانتقالية ممكن تكلموا عليها من بعد حنا كنا نتمنى على ذول بيان اللي كان صدر على الرئاسة قبل الاستقالة وين قال باللي رأي فيه قرارات سياسية كذا كذا أنا دك ما هي هذه القرارات؟ هي استجابة لرغبة الحراك والطبقة السياسية تغيير الحكومة الحالية هل هذا يتطلب؟ واحد تنين تفعيل مادة مية وربعة سبع مية وربعة وتسعين من دوسر متعلقة بلجنة مستقلة لمراقبة كذا ثلاثة وش كان مطلبة أيضا مراجعة الأحكام الخاصة بالانتخابات الرئاسية علاش؟ حتى نحيا ذلك الشكل نحيا ذلك الرب نحيا ذلك نعدام الثقة ونبدأ بالعقل رويدا في استرجاع الثقة حتى نوصل لانتخابات الرئاسية لأنه نهاية المرحلة الانتقالية وش نهايتها؟ نهايتها ننا نوصل وهنا نجل قضية المادة ولكن سيلوراري هنا السؤال المطروح هنا الجوهري ما هي أولوية المرحلة؟ هل نذهب إلى رئيس منتخب ومن بعد نذهب إلى تعديل الدستوري إلى الحكومة أنا جايك أم العكس إذا سمحت لي أنا دائما كنت من أنصار المزاوجة بين المخرجين الدستوري والسياسي وهذا انطلاق بالنسبة لي من الاقتراحات التي قدمت من مؤسسة الجيش ولأثبتت فعاليتها لو لموقف الجيش ولول البيان آخر لما استقل رئيس الجمهورية السابق هذا باتفاق الجميع الآن ما هي الأولويات؟ بالنسبة لخارطة الطارق قلنا خارط الطارق تتضمن عدة محطات والجيش حتى من خرجوش انقلاب الجيش استجاب لمطلب الشعب حتى نوضحوا الأمور البيان كان واضح كان واضح وتبنى مطالب الشعب وأعرب عن موقفه في الدفاع عن هذه المطالب وأنه سيقف إلى جانبها وسوف ينحازوا إلى الشعب حتى اكتمال المطالب غير منقصة يعطيك صحيح غير منقصة غير منقصة واش أننا نوصل في مرحلة انتقالية معينة إلى انتخابات رئاسية لأنه إحنا لو نحبه نديره كلش الآن ما نقدر نديره ولو ولكن كيف خطوة واحد تعيين رئيس وأنا من أنصار أعطينا الأولوية واحد اثنين ثلاثة ربع تعيين رئيس مؤقت ما يسمى برئيس الدولة المرحلة الانتقالية كيف أنا طرح التصور أنه من خلال باش نحافظ على روح النص من جهة ومن جهة واحد أخرى قال الجانب السياسي قال لازم في هذه اليومين في هذه التلتيام وننظر العام الراه وجاري الآن على مستوى خاصة التي تقصد البرلمان فيها اتصالات فيها كذا فيها كذا بغرض على بها الغيات للبدائل يعني أنت تشوف الحل باللي راح يكون لا هذا قلت للأولويات نعم في الأولويات لما يكون عندنا غدوة رئيس الدولة لفترة معينة هذا يكون بعد نجيو نقدروا نفعلوا المدى بيهو 94 من دستور لأنه علاش يكون عندنا يعني واحد هوليك اللي ممكن يدير الحوار اللي ممكن يدير الاتصالات اللي ممكن يدير المشاورات اللي ممكن ولكن ما الآن ما عندنا احتوى احتوى لمنطرح قضية الحوار من يؤثر هذا الحوار مع من نتحاول ولكن كان بعض الطبقة السياسية أو بعض الممثلية الطبقة السياسية يقول لك ما المانع أن نذهب إلى انتخابات وليس هناك ضمانات لابد أن نربح إدارة ضامنة نربح يعني مناخ شفاف لانتخابات نزيهة من مناخ شفاف كيف يجي من خلال هذه المحطة واحد قلنا لازم نعان نراجع قانون انتخابات لازم نفعله المادة من له الحق كيف من له الحق هذا هو لازم نعرأيس لفترة مؤقتة حتى يتولى القيام كيف يأتي هذا الرئيس كيف يأتي هذا الرئيس المادة المادة واضحة قال رحوا إلى طن صالح ما يصلحش ومرفوض نتجي في الحل داخل برنا أنا حاب نبسط الأمور ونوصلك وين نجد الحل أنا بيقول بساطة نتجي في الحل داخل برنا لازم نبحث عن حلول وسطة لتلقى التوافق باش نلقوا الإجماع ما كانش إجماع لازم نتفكوا في المرحلة هذي لا وجود الإجماع ولكن ممكن حق التوافق التوافق هذا من جهة نحافظ على روح النص قال مدم مجلس الأمة هو الرئيس وهذه له وكذا إلى أن يتبت العكس نغيروا الدوسور نغيروا هذه الفقرة إلى ما عجبتش لغلبية نبحث من داخل مجلس الأمة عن شخصيتين من داخل مجلس الأمة لأنه ما كانش يكون يعين الآن كان هذا ممكن في السابق هذا يكتم المناصب الذي قعده شاغري كان قاد الرئيس الجمهورية السابق قبل تقديم استقالاته يختم منها يضحب يحتمل حرك ويعينهم وبيتليوك اليوم نشن نقشوف هذا الوضع هو أن يقول تقدم استقالتي وخلا سلسلة من نعم وهل يمكن حلها هذا الألغام الآن تفكيك هذه تفكيك الألغام بالعصاب الباردة بالمسئولية يعني لازم تكون عندنا مسئولية الجزيرة هذه أكبر مني وأكبر من بن صالح وأكبر منه ولكن تفكيك الألغام هذه تقصد بها التخلي عن الأشخاص أم التخلي عن المؤسسات كاملتها لا تخلي في المرحلة هذه على الأشخاص المرفوضين نعم نعم نشاركوا بالنقاش ستبه لها سيئة شريف أستاذ في هذا النقطة برك الآن اللي حاصل جاوزنا حتى في النقاش بناتنا هنا نعم المادة ميوتنين نجاوزناها في النقاش رغم ما بقيناها 24 ساعة لانعقاد الابلينيار هذه الترتيبات اللي كان يتكلم فيها الأستاذ الفاضل كان من المفروض تتوقع مسبقا وتطبق في الميدان من الغرفة ذاتها مجلس الأمة وليس البرلمان بغرفته لأن رئيس مجلس الأمة يخص الغرفة تعمل مجلس الأمة يكون الاستخلاث داخل غرفة مجلس الأمة وبعدين نروح الابلينيار بقى لنا نهارتع غدوة هنا هذا الإشكال ما ندخلش في التفاصيل ونقطع الشعر على عشرين ولكن تبقى عنصاص حلول لا 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 ما هيش حبة أصلا حلول أصلا لأن الوضع أعمق من هذا أستاذ سويلا ستشوف الحل خارج أصلا خارج هذه الجلسة البرلمانية هكذا تقول الوضع الوضع حاليا رأنا مشينا مدة معينة من البيانات تقريبا من الجلسة الخامسة الجمعة الخامسة إلى غير السابعة ونحن نمرر في الأمور الهبة الشعبية والحراك يطلع في السقف هذا معروف الحل معروف لا نحن أحبين الحل يا أستاذ ما هيش قبل الأشخاص المشكلة أفتح الحيوار أستاذ أنا صاحبناها في القانون هو المواطن البسيط يقول لك أشرح لي واحدين حلول من المستحسن الجيش من المستحسن الجيش الشعب الوطني راه يلافق وراه يقدم مقترحات ويقدم حلول ويقدم يحاول يوصل إلى الحل السياسي القوي الحل السياسي القوي ما هوش في قضية كون يديروا الحل السياسي القوي أستاذ الكريم خليني نعمل الفكرة باش نوضح هل نحن في حاجة إلى رئيس في تسعين يوم سؤال كبير اللي طرحته نعم الأحزاب اللي عندها ميولات ضيقة واللي تشوف روحها في خلال هذا هذا الماء العاكر كما نقوله بن قوسين تقول لك نقدر نوصل الوضع أكثر من هذا الوضع ليس في قضية وصول إلى سلطة الحكومة الحكومة اللي كانت تطرح عليها والشارع أرفضها كلية وكذا أصلا أيضا هي ما هيش هي تانوية في الموضوع الحراك ما هوش هذا هو الحراك الآن طارح نقطة قوية تتمثل في أنني نحدث إصلاح جدري هذا الإصلاح الجدري في مؤسسات الدولة في الأشخاص في ترتيبات انتع بناء دولة جديدة ولكن كيف يا أستاذ هذا الشيء؟ بناء دولة جديدة ما تجيش بين 24 ساعة ولا بين يوم وليلة بناء دولة القانون يطلب عمل الآن الحراك الشعبي الهبة الشعبية اللي نفتخر بها ونفتخروا بها جميعاً أنه ما راحتش في إطار أسلوب خارج السلمية نبهتنا ونبهت مؤسسات الدولة والجميع لا بد نرجع إلى طريق صواب طريق صواب مستطرة في المواد الدسور الآن حاورني لمدة أسبوع لمدة 15 يوم قدم المقترحات تاك وراني راضي بك جيش شعبي وطني ترافقني هذه المقترحات تطرح للحراك بمختلف شراء هذه بجرد أفكار أستاذ هنا أفكارك أفكارك صحيح هذا هو الجانب العملي ولكن كيف عملياً كيف كيف تحاول الآن لما نغلق المادة 100 أو 2 نغلق الباب هذه ونخرج إلى الباب على الجانب السياسي ثم بعد ذلك تزيد تظهر عندنا قنوات حوار أكتر وأكتر تقصد ندوة عامة لا أقصد ندوة عامة ولا أقصد تقييدات قانونية نقول لك الآن الآن نروح ندير انتخابات بلا لجنة مستقلة ولا بلجنة تعمل رقابة ولا كده يا ويلو اللي يزور في أي مستوى كان في أي مستوى كان واحد ما يقدر يتحرك ويقول فكرة التزوير لأن الرقابة الشعبية واضحة وقابضة الأمور بيديها هنا ما نغرقش ما نغرقش في كاس تعلمة هنا عارفين بوضعنا ومحلين الوضع انتعنا بدقة إذا كان الآن نفتح بابة ما نقولش تفاوت نقول الحوار الحوار نسمعك في عشرة عشرين ألف ألفين ما عليك أستاذ أنا فهمنا رسالتك وصلت باب الحوار اللي تكلم عليه اللاعب الأساسي فيه هو الشعب هو الحراك وهذه المسيرات السلمية ولكن لما نتلم على من يتحاور من لأنه حتى الشعب الآن يقول لك ما هوش مستعجل باش يخرج حتى ممثلين للحراك هنا هو إشكاليتنا ينبشينا الحوار أولا نختار رئيس أولا حكومة دستور هناك من يدعو إلهي أرئاسية هناك من يقول لك العمل بالدستور كفى لابد من إعلان دستوري آخر كيف تشوف المرحلة أنت سيد المحترم هناك ثلث مقدمات أولا هل هناك إرادة سياسية للدهب إلى التغيير أم أننا نريد أن نعيد أن نستنسخ النفس النظام تنين الناس قالوا دور الجيش الجيش كمؤسسة له دور فاعل لكن علينا أن لا نخطئ أن لا نحمل الجيش أكثر مما يتحمله ليس دور الجيش هو أن يقترح الحلول السياسية بل يشاركه لأن الجيش له مهام ويدوبك يقدر يكمل هذه المهام بحكم التحولات والإضطرابات على الحدود وما إلى ذلك فاعتقاد أن الجيش له مهام يعني يصعب يعني الكلمة يعني يقدر حجم المهام والتقل المهمة يعني نستعى الجيش أدرى بذلك لهذا لا أعتقد أننا علينا أن لا نخطئ وننتظر من الجيش وهو الذي مؤسسة يتقدم الحلول بل تشارك وترافق ثالثا لما نتحدث عن الحلول الآن كأننا المؤامر يختزل فقط في الأشخاص في المؤسسات أولا عندما نقول حلول سياسية هذا لا يعني أننا المسار التغييري يقصي الدولة والمؤسسات الدولة والمؤسسات يجب أن تستمر الأفراد المواطنين يجب أن يواصلون في العمل الذي يدفع في الضرائب يجب أن يواصل في دفع ضرائب الذي يدفع الرواتب وما إلى ذلك العمل المؤسسة الدولة لا يتوقف رابعا الآن عندما نتحدث عن الحلول الآن سقف المطالب أصبح مرتفع في اعتقادي أنه وشاطر ما قاله الأستاذ سويلح هو أننا المدى الموتنين تجاوزها الزمن الآن بين المنطق ما يسمى القانوني ومواطن الشرعي ومنطق المشروعي الشاب لن نذهب إلى حلول إذا كانت لدينا إرادة حقيقية صانع الصناع القرار الذين ضغطوا على الرئيس السابق أنه يستقل هو أنه هل هناك إرادة حقيقية أننا نغير نظام ونحدث قاطعة ليس فقط مع الأشخاص بل مع الممارسات لأنه النظام السياسي النظام السياسي هو ماذا هي عبارة عن ماذا عبارة عن أشخاص وممارسات للوصول إلى السلطة إذا جال التعبير يعني فقط 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 العبارة لأن البعض عندما يقول الحلول يجب أن نذهب عبر مجلس الأمة تفعيل مدى موتنين هل الرئيس مجلس الأمة سوف يستقيل أو يواصل تسعين يوم بتنظيم انتخابات المسار التغييري لا يختصر في المسار الانتخابي في اعتقادي أنه نحن أمام مرحلة منعطف أساسي ويجب علينا أن نذهب إلى مرحلة انتقالية الآن السؤال الذي يطرح بأي صغة هل المرحلة انتقالية التي يراد لها والمراد منها أننا نصل إلى جمهورية جديدة جمهورية جديدة تؤسس على مرجعية جديدة على ممارسات جديدة ويختفق ما يسمى دولة المواطنة ودولة القانون هل يكون ذلك عبر أولا إنشاء ما يسمى مجلس تأسيسي تعيين ممثلين ومهمة هؤلاء الممثلين تنتهي نبدو من الصفر هكذا الآن أقول فقط المختارحات لأن الأساس علينا أن نوضح الأمور حتى المشاهدين يسمعون ما الهدف ما هي تطلعات الحراك هل تطلعات فقط أننا نغير الأشخاص أم أننا نغير الممارسات التي أوصلتنا إلى ما هو عليه إذا كان الأمر يتعلق بتغيير الأشخاص فأعتقد أننا سوف نعيد نعود إلى نقطة الصفر ونعيد أن نستنسخ نفس الأخطاء التي قمنا بها في السابق إذا كان الأمر يتعلق بتأسيج جمهورية جديدة تقوم على مرجعية جديدة تقوم على ممارسات جديدة تسمع ما يسمى مشاركة سياسية وما يسمى العملية الديمقراطية والشفافية ودولة القانون فنحن لا مناصة أمامنا أننا نتبع مجموعة من الظروب والمسالك التي انتهجت في دول أخرى ليس العرفة أننا نستوحي من تجارب أخرى ولا نستنسخها الآن هناك عدة اقتراحات بعض الدول جربت ما يسمى المجلس تأسيسي من ناحية التمثيلية المجلس تأسيسي هو الأفضل لكن هذا لا يعني أن المجلس تأسيسي هو حل في حد ذاته لأن المجلس تأسيسي الأساسي هو أننا تقرح جميع القضايا الجوهورية القضية الأساسية فيما يتعلق بطبيعة النظام طبيعة الدولة قضية الهوية وما إلى ذلك وهذا ربما قد يطول ويطول سنوات سنوات ولا نخرج لبعض الآخر يقول فكرة ما يسمى الندوات الوطنية وهذا ليس يعني حتى الجماهير التي خرجت عندها خطوط حمراء نعم رفعتها خطوط حمراء في المجلس التأسيسي ربما يناقش من جديد المجلس تأسيسي في البرتغال تطلب الأمر سنة في بعض الضولة تطلب عشر خمس سنوات ست سنوات فاعتقاد أن هناك نقطة محوارية نقطة محوارية هو أن هناك هذه المرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون تعاقودية تدري وتفوضية سوف لن تنطلق من العدم لسبب واحد هناك ما يسمى رصيد في الممارسة الديمقراطية اكتسبة من خلال انفتاح 1988 لكن نحن أمام مرحلة بمعنى أن هناك مرحلة خمسين سنة من التصحر السياسي خمسين سنة من القمع ومن الجانب الديكتاتوري وأن الجزائريين يتمرسون يكتشفون ماذا نعني بالممارسة الديمقراطية هذه الممارسة اكتشفت فاعتقاد علينا أن نستطمر في هذه النقطة وعلى هذه الأساس هناك اقتراحات البعض يقول نذهب إلى ندوة الوطنية كما حدد في بعض دول إفريقية والنموذج البنيني يأخذ كما يمكن بعض يقول أننا ننشئ هيئة رئاسية جماعية هذه الهيئة الرئاسية قد تعين لجنة خبراء تقوم بسياغة دستور وهذا الدستور يطرح على الاستفتاء وهذا الاستفتاء يفضل إلى تغيير القوانين ثم ننظم انتخابات رئاسية وفانتخابات التشريعية ومحاولة فيما بعدها هذا اقتراح وهناك اقتراح آخر يقول لك ندير ندوة وطنية قد تدوم بين 6 أشهر إلى سنة هذه الندوة توكل إليها مهمة السياغة دستور جديد لكن هذا يعني أن المؤسسات يجب ولكن أستاذ نحتاج إلى علاج ضرفي لأن هناك بعض المثبتات هناك اقتصاد من شهر إلى شهرين يعني يتعب الاقتصاد تتعب المؤسسات تتعب اقدار لابدنا من علاج ضرفي مستعجل لكن العلاج الضرفي سيدي الكلمة فقط بحثة لحثك الكلمة العلاج الضرفي صحيح هناك ما يسمى معويقات هناك إكرهات ضغوطات اجتماعية اقتصادية وما إلى ذلك لكن علينا أن نأخذ بالحجمان هو أن نفرق بين التسرع والسرعة بمعنى هذا ليعني بسبب أن هناك معويقات وما إلى ذلك أن هناك أزمة تلوح في الأفق أزمة اقتصادية في الأفق هذا يجعلنا أننا نتسرع ونقول نلغي نعين رئيس دولة ثلث أشهر فيما بعد نعين انتخابات رئاسية لكن هذا قد يكون حل لكن لس هناك ضمانات أن هذا الحل سوف يؤدي إلى أنا أأخذ من كلام جيد قلته أنه نأخذ من تجارب الآخرين ولكن في كل هذا أن الجزائر لها من الرصيد ورصيدها في شعبها هذا اللي يخرج في مسيرات أبهرة العالم داخليا وخارجيا هل هذا السؤال المطروح ربما للأسديد الكرام سؤالي فقط هل لا أن يكون هذا الشعبية هذا الخزان أني مثل واحد رئيس دولة ومن بعد يعمل بشرعيته ومن بعد يحدث كل هذا التطورات كل هذه التعديلات ألا ألسنا في حاجة إلى مثل من يقود هذا الخزان الشعبي الذي أبهر العالم داخليا وخارجيا هذا السؤال المطروح أستاذنا أنا في تقديري ما قدروا ندير التحاليل على باك المشكلة ولا أزمة النخبة عندنا النخبة عندنا والحركة بتهدى إنها تنظير وبعيدة عن الواقع نحن أمام الضرف طريق أمام أزمتي ولكن مليح التحاليل والأراء ما مهم لا مليح هذه وجهة نظرة خاصة بي أنا لما نطرح له هناك إرادة سياسية تغيير نبري السؤال هذا سيئسي دي باسي شارع هذا تعبيري هذا رأي قضية الإرادة السياسية شوء مهم خلينا نقولك وردع لي يوم بعد الشارع تجاوزنا الكل تجاوز الطبقة السياسية تجاوز النظام كنظام خلاص ما بقاش دك التغيير هو شيء حتمي هو حدد ورقة طريق الشارع الشارع خلاص قضية التغيير صباحة مفروضة الآن سؤال مطرح كيف نغير ما هي الآليات ما هي الطرق ما هي الفطرة الزمنية اللي لازم نفوتوا عليها ما هي الأولويات بالنسبة لعملية التغيير هل الأولوية الآن أن نطرحها دوستور وش حارعين قاعدوا في الدوستور ومن له الأحقية في أن يعدل دوستور واحد واحد تنين من له أحقية طرحة دوستور نحن نعرف كيف نتكلموا على جماعية تأسيسية بلما نروحنا للدول واحد أخرى في 63 درنا جماعية المجلس وطني تأسيسي نعم وشفنا واش النتيجة واش كانت أنا نقول باللي نحن في أزمة أزمة نقول دوستورية سياسية والحلول لا يمكن أن يكون دوستوريا فقط أو سياسيا فقط بل لابد من المسجد معهم الآن محتاجين نحن في المرحلة هذه إلى شخص أو شخصية أو كذا هذه تكون هي اللي تتولى هذه العملية تكون اللي يحبي يحاور هي تحاور كيف يكون هذا الشخص هذا الشخص يقول نادوك فيه في اختلاف في الطرحة الموجودة الآن قال في إطار احترام روح الدوستور واحترام إرادة الفاعلين ولما نتكلم عن الفاعلين لازم نحده المشكلة تعل الحراك اللي حدي الآن ممكن هذين بعدين نرجع لها أنه ليس له ممثلين بالرغم من وجود رموز هكذا للحراك ولكن هذه الرموز المجيزة في دي بلاطو هكذا ولا افتصالات تقولك أنا أنا ما نمتلش الحراك إذن عندما تريد أنت تحاور مع هذا الحراك إذا كان هناك من في الطرف الآخر يحاور مع من تتحاور واحد تنين حتى الطبقة السياسية حزابا ومولاة كل مجموعة عندها تصورها نحن محتاجين إلى قال رئيس دولة تلت شهر ما يكفي وش نديره ست شهر ماشي مشكلة كي يجين بعد حسب طبيعة المرحلة والمهام التي تفرضوا هذه المرحلة يمكن أن نحدد الفترة الزمانية دوسر يقول على تلت شهر نحن نقدر نروح ست شهر إذا اقتضى الأمر تلتع شهر من المانع إذا كان تمديد هذه الفترة تفرضه طبيعة المرحلة من خلال ما هي مهام المرحلة الانتقالية لازم نوصله إلى انتخابات رئاسية شفافة هل بالوضع الحالي بقانون الانتخابات الحالية بعد موجود لجنة ليس لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 114 و194 لأن المطلب هو وحد آخر قال لجنة وطنية ولا لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية على غير ما هو معمول به في بعض الأنظمة هذه اللجنة ليس اللجنة لذلك أنا تكلمت على تفعيل هذه المادة تفعيل هذه المادة لازم لنا شخص ليدير اتصالات ليدير مشاورات مع كل الفاعلين نقول كنقول الفاعلين نقصد الأحزاب السياسية دون عقصة نقصد الجمعيات والمنظمات ونقبت ونقصد أيضا الحراك إن استطعنا إن استطعنا أن نصل إلى هذا الحراك ونتحور معه محتاجين إلى شخص موجود على الأقل هاو اللي قال بينها العنوان بين اللي عنده حاجة هاو العنوان ولكن نقطة القوة الحراك هو في عدم وجود تمثيل أنا نقول لك لا أنا نقول لك هذين بعد نتنقشوا فيها إذا أحبيت ولكن الحراك أنا نقول في الحالة هذه لما نعينه شخص ما هوش خلاص ونروحه الحراك قال دخلوا لدياركم وقالت لا الحراك يجب أن يستمر يبقى ضامن لأنه هو الضمان الوحيد أنا هنا باش نرجع هو الضمان الوحيد لتدسيد كل هذه هذه خارطة الطارق خارطة الطارق عندنا نخير شخص هاوليك باين أو شخص تنين بعد نروحه لقضية قانون الانتخابات الأحكام الخاصة بانتخابات الرئاسية ثلاثة عندنا لجنة لجنة كما لازم تكون لجنة يعني مستقلة بها تمانا حتى دور مجلس الدستوري في هذه الحالة خليني نقولها كله يبقى بالعزم عندهم ما يدير إذا كان لجنة نعطي لها الصلاحية هذه تحضر وتنظم وتعلن النتائج هي يبقى دور مجلس الدستوري شكلي فقط وش فاليدي فاليدي اللي دارتهم اللجنة هذه تخصي تركيز الصلاحيات في هذا لا لأنه هذه هي الصح المشكلة عندنا هي أزمة الثقة هذه الثقة لا يمكن أن ترجع إلى درجة المصدقية للصندوق صندوق الانتخاب ثم ننتفق فيما بعد يا أخي الانتخاب ونحصل لمادة 7 ونعطي لجيش في بيانه لما تتبهنا المادة المادة 7 و 8 لأن الإنتخاب هو الأداة أو الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للوصول إلى السلطة المادة 8 المادة 8 نعم لتكلم بالانتخاب كآليeland الاستفتاء الاستفتاء في أمور نقام في الدستور ونروح للاستفتاء في بعض القوانين الأساسية قدروا روحوا للسفتة ولكن بالنسبة للانتخاب هو الواحد غدوة إذا خرجنا رئيس منتخب الصندوق وعنده الشرعية الشعبية هذه كساعة يكون عنده وقت ويدير خريط الطارق يدير ندسور كين دير أو لازم يدير ندسور في ظروفين تتوفموش مرحلة أول بائمة يحب يغير فيما بعد يغير كذا المهم يدير خريط الطارق من بعد عندنا وقت الأولوية هي انتخابات رئاسية وقبلها تشكيل هيئة بناء على المدنة أعتبر أن ينبسط في الأمور بأن ينسهلوها واخدوها كوارقة الطريق هيئة ضرورية إذا ما فيش هيئة ما كان لها انتخابات إذا ما فيش تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق وما نقول تعديل القانون كاملين أنه يطلب وقت مدام إحنا محصورين قال تعديل البنود الخاصة بالانتخابات الرئاسية ثلاثة الحكومة الحالية عليها انترحل لكن ربما وظيفتها تصريف أعمال يعني ما وش شكلية كذلك لا 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 هي لأنهم بعد أن تفهموا على دول الحكومة هو توفير الوسائل اللوجيستية لهذه اللجنة لتنظيم الانتخابات لا أقل ولا أكثر ما بقاش هي تعين ما بقاش الولي يؤدي عظمة كاتب التصويت ما بقاش اليلبي يطلع رئيس البلدية من البلدية رئيس الدائرة من رئيس الدائرة الولي قبل ما يروحوا لكذا تتغير الآليات فيما بعد لما تكون عندنا لجنة وهذه اللجنة عندها الثقة نعم نقاش مفتوح عندها الثقة عندنا مشكلهم بعد نديره في تسعة شهر هذه رؤية الكلام اللي جاء على لسان الأساتذة والنقاش هو مطروح هنا ومطروح حتى الخارج بصورة عامة لكن الإشكال اللي ضربنا الأستاذين الفاضلين في قضية الإرادة السياسية وإن كان الإجابة عليها هي أن إرادة الشعب خلاص عراشات كلش ما بقاش الآن اللي ما تروح بقوة باش مغطيو الشمس على الغربال بالغربال كي ما يقولوا أن الطرح القوة تأو في دولة متجددة لما نقول قم دولة متجددة تبدأ من قضية المطلب البسيط أنني نحيا في هذا البلد نعيش في دولة القانون القانون فوق الجميع تكافؤ الفرص نسعى للحداثة نسعى للعصرنا هذه كلها مطلبيات لما قال أستاذ كلمة تأسيس وحضرتكم قلت له خلاص نعوده أزيره أنا باش المواطن يفهم ما عليش ما عليش هذا المطلب التأسيسي هو مطلب حزبي سياسي والأحزاب الآن الشارع قال لهم بركات لما نقول مطلب الرئيس هي بعض الأحزاب اللي تحب تركب مباشرة وتستغل الضرف في مدة معينة إشكال البلد هو في كيف نعالج الوضع نعالج الوضع أننا نحمي بعضنا البعض نحمي مؤسسات الدولة هذا ليه يعني عندنا ولاقات عمياء حتى لجيشنا ولاقاتنا هي خاوة خاوة نحمي بلادنا ونحمي شعبنا وما نقبلش قطرة تضم تسعير الآن في البلاطون نستبعد المادة ميو سبعة ما نهضرش فيها لا الحالة الطوارئ ولا الحالة اللي سيتنا ولا حالة كده نعم معناه إحنا نفضل نفضل أمورنا ببساطة سلمية راي كانت رهاج سلمية قوية نعم وعطات نموذج للخارج وللداخل الآن تقربت الرؤى الشعبية وتقول تقريبا كما كان يتكلم الأستاذ وهي أننا نبرز قيادة فردية ولا قيادة جماعية لكن من يبرز وكيف نبرزها نحن وجميعنا كيف 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 يا أستاذ ها طرح لما نقول نحن 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 أنت الشخصية التي عندك هي ليست عنده الشخصية وهذه أراء الموجودة نحن طالبين الآن من الجيش أنه يرافق الوضع ما معنى كلمة مرافق ما معنى كلمة مساعدة يحمي اتفاقاتك أنتك طبقة سياسية ومجتمع مدني يحمي الحياة أن الآن ويضمنها ويكون ضامن نعم الآن إذا كان الجمع تقريبا يقول يقول في الأساليب التكنولوجية وكذا ويمد الأسماع نحن نحن نرحوش في هذا الطرح نحن نرحو في طرح المعقولية والعقلانية على أساس رصيد بلدنا بلدنا فيها شخصيات فيها رجال فيها نساء فيها كذا نبدأ بمسار هذا نخلقه هذا القيادة اللي يتحاور وتبدأ في النقاش وما خرجنا في الأخير هو الحوار لأنه وقت البرنامج تحريبا وانتهى فضلوا أستاذ بشنا تتكلم ما خرجنا في النهاية هو حوار هو الحوار لابد وضروري أولا بمعنى بمعنى أننا أولا قبل أننا نساعد في بلوارة ما يسمى لما أقول لا أقول ممتن الحراك أولا تنضي إبرار بروز مجتمع مدني منظم علينا أولا كحول إلغاء بعض القوانين لأنه الآن التجمع والتتجمع في الشارع أصبح واقع ننطلق من كما يقال دفاقته إلى دجور يعني الآن بعض القوانين لأن الشخص ينظم يدير اجتماع يحاور نجاح يجب أن يذهب عند الوالي يطلب الأخر هذا في اعتقادي هذا إجحاف يجب أن تلغى ولكن لابد من ضبط لابد من ضبط حتى في الدول المتقدمة لا فيه ضبط فيه ضبط لكن لا في اعتقادي أن الحق في مراحل معينة نستغل الفارغات القانونة حتى نقمع علينا أن الشعب فرض الأمن يقول لك أن الشعب عليه أن ينظم نفسه حتى إذا أردنا أن نصي إلى حلول واقعية أولا علينا أن نساعد المجتمع أن ينظم أنا من الذين يدعون أننا علينا أن يكون تواصل بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما يسمى التنسيق وهيكلة للوصول إلى حلول غادة الآن مهما كانت صغيرة كما قال الأستاذ بجمع صويل أو الأستاذ لوراني نصل إلى انتخابات رئاسية الإشكال ليس فقط أن نصل إلى انتخابات رئاسية أو الأخرى الإشكال هو أننا نصل إلى دستور توافقي أن يأتي شخص آخر يقول كما قلت في سعر سعين أنا هذا الدستور لا يليقو به قيل هذا الكلام نعم شخص مقرر كما قلت في لغة الفرنسية غادة نجيه والشخص يقول لك هذا الدستور تم الاتفاق عليه ينص على أننا نحن أمام دولة حديثة دولة مواطنة دولة قانون بيسمى الترتيبات حل الخلافات السياسية وضبطها يقول بطريقة حاداتية بمعنى الانتخابات ودولة المؤسسات علينا أن نصل إلى هذه الدولة أن نكون الشخص الذي يأتي فيما بعد بعد سواء عبر انتخابات رئاسية أو ندوة وطانية بعد عام أو ستشهور نصل إلى دستور التوافقي نصل إلى قوانين جديدة إلى انتخابات النظم نغلق الطريق أمام النزعة التسلطية والإقصائية والإقصائية شكرا أستاذنا في كلمة أخيرة في كلمة أخيرة هذه اللي طرحها هي مسؤولية النخبة مسؤولية الذين سيساهمون في وضع الدستور فعليهم أن يضعوا آليات لتجبر ليجي للمنصب هذا كين حاجات تصبح مسلمة الحقوق والحريات الأساسية يجب أن تكون مطمونا شكرا لك أستاذنا بكلمة أخيرة باختصار قيادة فردية ولا جماعية عبارة بعدين حكومة من كفاءات وغير ذلك تصير الشأن العام وتخرج باب الحوار الحوار مع الحراك الشعبي ومع الشعب نعم شكرا لك ونروح إلى مخارج ورشات أخرى الدستور ما هو هو الإشكال الحكومة الحالية ليست هي الإشكال الإشكال أفتح الباب للسماع نعم والسماع هو الحوار ومن أجل الجزائر والجزائر فوق الجميع أستاذ سويل أحبو جمعة أستاذ القانون العام وأستاذ الجامعي شكرا جزيلا لك أستاذ دريس شريف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا لك والشكر أيضا موصول للأستاذ لوراري رشيد أستاذ القانون الدستوري والشكر موصول لكم جميعا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء إلى الملتقى اشتركوا في القناة